الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد بالإضافة إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لتهنئته بإعادة انتخابه لولاية جديدة وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصالات شهدت أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تلك الدول وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح شعوب المنطقة بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقلمي خاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم نظيره البريطانية ديفيد كاميرون لبحث التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة وأفادت الخارجية البريطانية أن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون في ثاني زيارة له للمنطقة بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق صراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدة لغزة يجري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية محادثات في القاهرة حول تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وعدد من الملفات الأخرى وأوضحت حركة حماس أن المباحثات تهدف لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وإمكانية إجراء صفقة شاملة للتبادل مع إسرائيل وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول فلسطيني أن موقف حماس لا يزال قائما وهو أنه ليس لديها رغبة في إقرار هدنة إنسانية وأنها تريد إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل وأضف أن هانية وحماس يقدران دوما الجهود المصرية وأن هانية موجود في القاهرة للاستماع إلى ما إذا كانت إسرائيل قدمت اقتراحات جديدة أو ما إن كان لدى القاهرة بعض المقترحات أيضا وأنه من المبكر الحديث عن التوقعات هذا وأفادت وكالة رويترز نقلا عن حركة الجهاد الإسلامي أن زعيمها سيزور مصر أيضا في الأيام المقبلة لبحث نهاية محتملة للحرب هذا وأفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أنه تجرأ حاليا محادثات مكثفة بوسطة مصرية وقطرية بشأن هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة وأوضح المصدر أن ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي يبحثون ملامح الاتفاق المرتقب ونوعية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يمكن إطلاق صراحهم في الاتفاق المرتقب